يشهد المناخ تغيراً يتمثل في ارتفاع مستمر لدرجات حرارة الأرض وارتفاع منسوب مياه البحار وذوبان جليد القطبين السبب هو الاحتباس الحراري ولكن ما هي ظاهرة الاحتباس الحراري؟ في الواقع الاحتباس الحراري شيء مفيد فبفضله يتسنى نمو المحاصيل الزراعية في كل وقت كالطماطم مثلاً ففي داخل البيوت الزجاجية للنباتات يصود تقص دافئ لأن أشعة الشمس تمر عبر الزجاج الشفاف حاملة حرارتها إلى الداخل جزء من هذه الحرارة تمتصه النباتات والأرض والجزء الآخر يتسرب إلى الخارج عبر انعكاسه وهذا يرفع درجة الحرارة في البيوت الزجاجية وبنفس الطريقة ترتفع درجة حرارة الأرض وهذا لحسن حظنا وإلا لما كان وجودنا ممكناً على الإطلاق فبدون ظاهرة الاحتباس الحراري الطبيعي كان سيكون متوسط درجات الحرارة على سطح الأرض 18 درجة مئوية تحت الصفر بدلاً من 15 درجة فوق الصفر يمر ضوء الشمس عبر طبقة الغاز المكونة للغلاف الجوي حيث يتم امتصاص جزء منه فيما ينعكس الجزء الآخر كما في البيوت الزجاجية للنباتات جزئات صغيرة في الهواء تحول جزءاً من أشعة الشمس منعكس مرة أخرى إلى الأرض لكن الإنسان ينتج كثيراً من الفضلات وهذا يتسبب في انبعاث كمية كبيرة من غازات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النايتروس وغيرها وهذا يضاعف عدد الجزئات الصغيرة في الهواء كما لو كان الزجاج في بيوت النباتات أكثر سمكاً والنتيجة هي ازدياد كمية أشعة الشمس المرتدة إلى الأرض ما يتسبب في حدوث احتباس حراري وارتفاع متزعيد لدرجة حرارة الأرض اشتركوا في القناة